كيف يمكن أن تساهم في تغيير حياة الأطفال اللاجئين في الأردن بكاميرا وبلوحات تزلش فقط؟ هذا بالتحديد ما سعت إليه منظمة واتلال السبع والتي نالت لتويها جائزة الشارقة الدولية لدعم اللاجئين والتي تبلغ قيمتها حوالي 130 ألف دولار الفكرة بسيطة المنظمة التي تعرف بالإنجليزية بي سيفن هيلز اختارت مساحات عامة غير مستخدمة في عمانة هذه المساحات حولتها لمناطق إبداعية آمنة وربما أبرز ما قمت على هذه المساحات هو ملعب للتزلج أو الألواح أو سكيتبورد فالمستفدون من برامج المنظمة تجاوز عددهم ألفين شاب في سنتين فقط مصفهم تقريبا من البنات وستكون 60% منهم من اللاجئين والمهجرين ترجمة نانسي قنقر على كل المزيد ينضم إلينا في ستوديو محمد زكريا مؤسس منظمة تيلال السبعة أهلا بك محمد مورنا في صباح العربي أول شي مبروك عليكم فوز المنظمة بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة والدعم اللاجئين حدثنا أكثر عن هذه المبادرة استغلال مساحات غير مستخدمة كملاعب للاجئين هي الفكرة بالحقيقة بدأت كحاجة شخصية كنا بحاجة لهذه المساحات فقررنا أن نعمل هذه المساحة بعدين بالنهاية قررنا أن تكون هذه المساحة مساحات عامة نقدر الكل يستفيد منها وبعدين تحول الموضوع أنه بلشنا برنامج تزلج مجاني ومن هناك نطلق المشروع وصرنا حاليا عم نخدم تقريبا 250 طفل بالأسبوع محمد اليوم دائما فكرة اللاجئين مرتبطة بمساعدات مساعدات نتحدث عن مساعدات غذائية ونتحدث عن معونات وتوفير مسكن وملجأ لهم لكن نخفل وتخفل كثير من الجهات والمنظمات التي تعنى باللاجئين مسألة الجانب الوجداني والنفسي ما التركيز والنقاط التي ركزتم عليها في تعاملكم مع لاجئين من هذه الناحية بذات في الحقيقة إحنا ركزنا على موضوع أنه بدنا نخدم المجتمع بمجمله بالكامل يعني ما حبينا نجز المجتمع ولهذا السبب اخترنا أداة بسيطة كأداة التزلج لحتى نخدم اللاجئين ونضمهم للمجتمع يصيروا جزء من نسيج المجتمع لحتى كلهم الأطفال والشباب يتسلوا مع بعض وهذا الإشي بخلق هذا النسيج المجتمع طيب محمد نتابع هذا المقطع لإعلان فوز منظمة تيلال السبع بجائزة الشريقة الدولية للدعم اللاجئين ونعوذي لك ها نحن اليوم نلتقي لنكرم منظمة إنسانية مبدعة تجاوزت حدود العمل التقليدي لتصل إلى ملامسة روح وبجدان اللاجئين والمحتاجين وتدعم احتضان مجتمعاتهم لهم لقد أرادت القلب الكبير ومن خلال الجائزة أن توجه رسالة للعالم تقول فيها إن خير الأعمال وأفضلها ليست فقط ما نقوم بها بأنفسنا بل تلك التي نمكن غيرنا للقيام بها ولأن نهج الإبداع هو ما نحتاجه لتكون حياة اللاجئين ليست فقط أفضل بل تتناسب مع أعلى المعايير الإنسانية في كل مجتمع فهذا الجانب يعبر عن حب الحياة لهم كي يحبونها بالمقابل ويقدمون لها أجمل ما عندهم وهذا تماما ما أدركت أهميته منظمة التلال السبعة للتنمية الاجتماعية كلنا نعلم أن النفس تحيا وتزهر وتشرق عندما تجد أشخاص صادقين يهتمون لأمرنا فشكرا جزيلا لمنظمة التلال السبعة ولكل من يعمل خيرا لتكون الحياة أفضل طيب محمد كما شاهدنا لديكم برامج غير تقليدية لتمكين اللاجئين والترفيه عنهم حدثنا عن أبرز هذه البرامج الغير تقليدية كانت غير مسبوقة في الأردن هو البرنامج الأساسي تبعنا هو برنامج التزلج والفكرة في الحقيقة أنه عم نستخدم التزلج كأداة لحتى نشتذب الأطفال لأنه هي أداة غير تقليدية فعلا وهي أداة بتمكن الشباب والأطفال يغيروا نظرتهم للمدينة بأكملها يعني كل المدينة تتحول لملعب فعلا عن طريق هذه الأداة وغير أنه هي أداة بسيطة جدا واللي هي عن طريق اللعب عم نقدر أنه نكسر حواجز كبيرة موجودة بالمجتمع بين الأولاد والبنات وبين اللاجئين والشباب المنطقة برد وانطلاقا من كلامك محمد حتى تابعنا أيضا الفيلم الافتتاحي وكان مقتبس من قصيدة محمود درويش ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلة أنتم تريدون أن تنشروا الفرح والبهجة في أيضا محيى اللاجئين اليوم ما هي خطتكم ومشاريعكم لتنتشروا تتوسعوا أكثر وتحتوى أعدد أكبر من اللاجئين في الحقيقة هي الجائزة التي استلمناها جائزة الشرقة للدعم ومناصرة اللاجئين من سمو الشيخ السلطان وسمو الشيخ جواهر ومؤسسة القلب الكبير ستدعمنا بشكل كبير لحتى نقدر نتوسع بالبرامج تبعتنا إن شاء الله الفكرة تبعتنا أنه مش بس نتوسع من ناحية المستفيدين من هاي البرامج ولكن أيضا نتوسع في مناطق أخرى بالأردن بالإضافة إلى أنه بدنا نضيف برامج جديدة للبرامج تبعتنا فيه عندنا حاليا برنامج التزلج بدنا نضيف برامج الإبداع مثل الفنون والأشياء هاي بعدين بدنا نضيف برامج تانية ممكن ننطلق منها من عمان لمناطق مختلفة في الأردن شكرا جزيلا نورتنا بالكليل ومحمد زكريا مؤسس منظمة التلال السبع شكرا 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 محمد